سبع الخير كل اللي بي تابعونا وحلقة جديدة من حلقات بنصبح عليك معاكم أنا سارة الهلالي وحلقة يوم الجمعة بنا تمنى أنها تحوز على رضا حضراتكم كالعادة معنا فقرتين ليوم الجمعة وحيكون معنا فقرة عن الثقة في النفس وزرعها مع الأطفال منذ الطفولة وهيشرفنا فيها الأستاذة ولاء محمود أخصائي الصحة النفسية كرام وفقرة الأخبار ليوم الجمعة 5 مايو 20 23 وأول خبر معنا الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية وبعض المنشآت بالعاصمة الإدارية الرئيس السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة في حماية الحدود ودعم مقاومات التنمية الرئيس السيسي انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية أساس تحديث الجهاز الإداري وبننتقل لجريدة الوطن الصحة إصدار 1184 مليون لا مليون فصلة 184 مليون قرار علاج على نفقة الدولة وب5.7 مليار جنيه في أربعة أشهر فقط المصري اليوم انطلاق امتحانات الصف السادس الابتدائي في الجيزة 11 مايو وبننتقل لليوم السابع انطلاق موسم حصاد القمح والشعير المزروع على مياه الأمطار بالشيخ زويد فنان أمريكي يطلق سلسلة فوتوغرافية لتخيل تعامل قدام البشر مع التكنولوجي أخبار الرياضة تنطلق مساء اليوم مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيرامتز في الإمارات في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ننتقل لجريدة الوفد وأخبار الذهب أمس عيار 18 سجل 2228 جنيه عيار 21 سجل 2660 جنيه عيار 24 3040 جنيه أما الجنيه الدهب فسعر وصل لـ 21 280 جنيه آخر أخبارنا الأرصاد وتقص الجمعة رياح وفرص سقوط الأمطار من المتوقع أن تشهد حالة التقص اليوم الجمعة نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة نسبة حدوث 30% للأمطار على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة إليكم بيان بدرجات الحرارة والسواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 16 القاهرة 29-18 جنوب سيناء 36 والصغرى 21 شمال الصعيد 32-18 أما جنوب الصعيد 36 والصغرى 21 وبكده بتنتهي فقرة الأخبار بنسبح على حضرتكم مرة تانية مشاهدين الكرام والحقيقة وإحنا بنربي أولادنا طبعا ما فيش حد هيحب أولادنا أكتر من الأباء والأمهات ولكن ممكن نمارس بعض الأخطاء المتورثة أو الأخطاء اللي بالصدفة اللي تفقد الطفل ثقته بنفسه وتعلمنا الحقيقة من خلال علم النفس أنه السنوات الأولى في حياة أي طفل تؤثر عليه بشكل كبير جدا لفترات طويلة وبيصعب التخلص من المشكلات اللي بتحدث في أول سبع سنوات يعني بيفضل أثار كبيرة جدا وشديدة إلا زي ما فيه الأثار السلبية زي كمان الأثار الإيجابية اللي ممكن أن نزرحها في أطفالنا بيبقالها أثار كبيرة جدا فيما بعد اسمحوا لنا نتحدث عن تربية أطفالنا وعن تعزيز الثقة بنفس وتأثيرها على أشخاص ناجحين متطورين عندهم القدرة على إحداث فرق في المجتمع من خلال الثقة بالنفس اسمحوا لنا نهاردة تشرفنا الأستاذة ولاء محمود أخصائي الصحة النفسية أهلا بحضرتك من ورانا نهاردة يا دكتور والحقيقة أحنا أسعد والموضوع يعني على قد ما بيبدو أنه بسيط على قد ما هو خطير ومهم في مضمونه خليني قبل ما أتكلم عن الثقة بالنفس أتكلم عن هذه الفترة اللي الأطفال نقدر نقول فيهم ما بيعرفوش غير الأم والأب معانا في البيت ممكن نمارس بعض الأخطاء اللي اتربينا عليها أو شفناها في مجتمعاتنا ويعني بيبقى لها تأثير كبير جدا على حياة الشخص فيما بعد بسي هم موضوع مهم جدا فكرة أن أنا بقى وثقة في نفسي وعرفها أنا ما أتقدر نفسي إزاي دي أكتر حاجة ممكن تبقى مهمة زي ما أنت قلت في أول سبع سنين أول خمس سنين في نهاية الدفر كتير قوي من وحنا زمان طبعا أهلينا على قدر درجة وعيوهم زمان كما نسمع كلمة حبيبي كل علشان أحبك طب يلا ادخل خد الدوش بتاعك علشان هعمل لك حاجة حلوة طب حديك حضن لما تخلص مذكرتك وكأنها مكافئات وكأن كل حاجة أنا ربطة أن أنا أحبه بأنه يعملي حاجة فالطفل هنا بيبقى طول الوقت مربوط بأنه هو لأ أنا لازم أعمل حاجة عشان أتحب أن أنا ما بقاش عارفة أديله احتياجاته النفسية إحنا في الفترة الأخيرة أنا مكتشفين أنه لما بيتحضنش وهو صغير بيطلع طول الوقت عنده مشكلة وهو كبير هو ما عندهوش قدرة على أنه هو يدير مشاعره ويعبر عنها أنا أنا أصلا ما بسألهوش يعني إحنا إحنا طول الوقت متربيين وإن إحنا نأكل كايس نشرب كايس نروح المدرسة نروح الرياضة يبقى عندنا نادي لكن فكرة أنت زعلان طب أنت حاسس بإيد الوقت وإن أنا أقبل ده الحقيقة يا دكتور الفرق بين الرعاية وبين التربية مهما فيه ناس كتير بتتصور أنها ترامى بتوفر الأكل والمدرسة والاحتياجات اليومية دي رعاية غير بقى التربية والمتابعة والصداقة مع الأطفال من سن صغير وهكذا والولاد الوقت ده الوقت ده تحدياتهم إنها هم الحاجات اللي بتعرض عليهم كل يوم ده الوقت الولاد في أي أو البنت الصغيرين في أي ثانية هم أقدمهم مليون حاجة ممكن يدخلوا عليها وممكن يعملوها ما بين جيمز ما بين أبليكيشنز ما بين سوشال ميديا طول الوقت بتخليهم هم حاسين بضغط يعني مؤخرا أنا أكتر شغلي مع البنات البنات في سن من 12 لغاية 18 سنة السوشال ميديا بقت بالنسبة لهم هم عايزين يبقوا زي البلوج عايزين يبقوا زي البنات اللي برا عايزين بيحاولوا فيه ناس ما بتاكلش فيه ناس ما بتبقاش عايزة فيه ناس بتدرس جامد يعني تعد تذاكر طول الوقت علشان أنا عايزة أبقى متفوق عايزة أبقى الأفضل يعني ده كان عنصر يعني أخف شوية من مشكلات تانية يعني حضرتك بتقولي أنه مش عايزة تاكل خالص وأنه يعني عايزة تتحدى الزمن في وقت بسيط عشان تفقد وزن أو اللي بيعودوا بالساعات يحطوا ميك أب عشان نزلين بس رايحين المدرسة ولا رايحين درس كل ده علشان يردوا منقدر نقول معايير ومقيس وضعها وضعيتها السوشال ميديا بزبط ده حقيقي وتحدياتهم بقى في أنهما أصلا من جوه مش حاسين بقيمة نفسه وكمان للأسف برضو السوشال ميديا خلتهم يحيثوا بقيمة نفسهم عن طريق المقتنيات اللي بيقتنوها بزبط فده حقق مشاكل كتيرة مع حالات اقتصادية مختلفة مع طبقات مختلفة لكن الكل بيشوف السوشال ميديا فده أحدث مشاكل كبيرة ده حقيقي وإن أنا كمان وأنا صغيرة ما خدتش كل احتياجاتي النفسية يعني أنا ما كنتش متشافة فأنا بعمل إيه؟ بعمل أكاونت وبطلع عايزة تشاف كل يوم وشوف واللايكات بقى بالضبط وإن أنا لو ما جبتش لايك أنا ممكن يجرى لي حاجة وفدل ننزل فيديوهات وننزل حاجات الفيديوهات بتوصل لغاية قوة النوم فبنشوف بنات كتير جدا بيحصل كده أولاد فالفكرة أن أنا أنا لازم يعني الأب والأم يبقى عندهم توعية بأن هم يبقوا بيدوا الأطفال احتاجاتهم النفسية دي طب أنا كبيرة وما خدتش حاجاتي النفسية أعمل إيه؟ أديها نفسي أنا ممكن أعمل كده أخي أشوف أنا يعني فكرة استقب بالنفس إيه؟ إن أنا أبقى مؤدرة نفسي أصلا طب خليني أقسم الكلام لشقين خلينا نتكلم عن أم دلوقتي بتربي أطفالها ومحتاجة أو عايزة إن هم يطلعوا أطفال أصحاء نفسية واثقين في نفسهم وهكذا تتصرف إزاي ونتكلم عن أشخاص كبار حاسين إن هم مش واثقين في نفسهم وعايزين يحسنوا ده خلينا أتكلم الأول عن الناشئ الجديد لأن أعتقد إن ده الأسهل أو الأمل فيهم أكبر طبعا أكيد هم الاتنين مرتبطين ببعض على فكرة يعني أنا كماما كبداية يعني أنا لما جيتها أدخل في مجال علم النفس كانت أول حاجة أنا مفكرت فيها أنا عايزة ربي أولادي كويس لأنني ببساطة شديدة لقيت إن أنا أبوي على رحمه هو سعيدي وأنا كنت بنته الكبيرة فكان معودني طول وقت إن أنا كبيرة أنا فأنا مفعش أغلط فأنا لقيت إن أنا بعمل نفس الحاجات اللي هو كان بيعملها وأنا مش عايزة عملها فروح تتعلم أربي أولادي إزاي فدي أول حاجة إن أنا يبقى عندي وعي أنا عندي إيه فأنا أعمل إيه تاني حاجة أبتدي أعمل إيه بقى أتعلم والإبني ده أنا كن بحبه أديره على حتاجات النفسية زي ما أنا قلتلك ما قولهوش مربوطش السلوك بالفعل يعني أنت عملت حاجة غلط لكن أنت مش غلط مش أنت فاشل مش أنت غبي أنا لسه بحبك لكن أنا بحبك لكن أنت عملت أنا مش موافقة على الفعل اللي أنت عملت بتفرقي بين التصرف وبين الشخص بروفو عليك إن أنا ما بين السلوك أو التصرف والشخص نفسه أنا بحبك آه لكن أنا مش موافقة أن أنت تعمل المواقف الغلط بس ده لا يعني إن أنا أكون متسهلة أو إن أنا أبدلع بزيادة لأن الاتنين الأسر المضطربة عندنا يقيم الأسرة المثالية جدا أو الأسرة اللي فيها عنف وشدة الأسرة المثالية جدا فيها مشاء وده طبعا ناتج عنه بالضبط الكمالية فإن ما بعمل الحاجة كويسера أو ما بعملش فدي أسرة مثالية يعني أسرة مضطربة طيب والأسرة اللي هي فيها عنف وفيها شدة وفيها عدم زكاء وجداني أو عدم وعي أو نضج نفسي برضو بتصنف أسرة مضطرب. طب إيه الأسرة القيسة؟ الأسرة المتزنة إن أنا ماما ممكن أغلط. بابا ممكن يغلط عادي بس. ولو غلطنا بنعتذر والحياة اليومية لطبعي. بصدف إن أنا أقوله أنا أسفة أو أنا آسف إن بابا يبقى بيعود معاه إن إحنا نخرج إن إحنا يعني زي ما بهتم زي ما أنت قلت بكل الحاجات الأكل والشرب والحاجات الأساسية إن أنا كمان أسأله إنت حاسس إيه؟ وإن أنا ما أقولش هو إيه دا هو أنت بنت دي نكادية هي طول وقت بتعيط. طب ماشي هي حقها إنها تعيط. لا وبعدين كمان في بعض الأباء والأمهات ما بيضعوش في حساباتهم إن في تغيرات هرمونية. إنه ممكن يكون في تغيرات في يعني عندهم نوع من أنواع المشاكل يعني دايما نقول لما نلاحظ السلوك تغير تماما يبقى في حاجة هم مخبينها في حاجة احنا مش عارفينها بتحصل في المدرسة بيواجه عنف ما يعني أو تنمر. في ناس ما بتعرق أو تنمر في بعض الأباء والأمهات ما بيقدروش يميزوا الفرقات دي والحقيقة دي نقطة عايزة تكلم مع حضرتك فيها لأنه ممكن تكون الأم غير عاملة أو الأب بيرجع مثلا في نص اليوم لكن ما بيعرفوش حاجة عن ولادهم. صح. وفي أمهات تانية عاملة وبتنزل ولكن متابعة كويس جدا. فخلينا نتكلم عن النقطة دي. طيب. فكرة أني أكون بشتغل أو ما بشتغلش فانا اللي هي الفكرة أنه لازم أبقى أول حاجة في الحياة الولاد وما عميش حاجة غير الولاد دي مش فكرة طول الوقت بتنفع مع كل الناس أنا ممكن أبقى عادة في البيت بس هو فقودة وأنا فقودة. أو إن أنا أكون بشتغل وزي ما أنت ما بتقولي أنا عندي الوقت اللي أنا بقضيه مع ولادي كل يوم فبعا فهم معهم بالزبط. فهي دي الفكرة أن أنا سواء أنا عادة في البيت أو إن أنا بشتغل إيه الوقت اللي أنا بقضيه معيهم؟ هو أنا متبعيهم ولا لا؟ هو أنا عرفيهم ولا لا؟ طب أنا ممكنيهم الفكرة زي فكرة التنمر أنا ممكنيه في البيت يعني لما عود أقوله كله شوية ادخل أعمل كذا إنت مش نظيف اللوم والنقد إن أنا ما أشوفش حاجة غير العيوب يعني هو دخل روا قدته بس ما عملش المكتب إنت ما عملتش المكتب فهو طول الوقت في البيت بيتعرض للوم والنقد فهو هيطلع ده فين؟ هيطلعه في المدرسة هطلعه مع صحابه فأنا أنا المحور أنا مش ماما بس ماما وبابا هم محور الطفل أنا بتعامل إزاي؟ هم مرايا لأي أنا عندي سقة بنفسي ومقدرة نفسي هو شايفني أنا ماما مهتمة بنفسي هي كمان هتتمي بنفسها وإبني هيتمي بنفسه طب شايفاني أنا ما باكلش غير بواقي الأكل أو شايفاني إن أنا ما باعدش أكون ماما أصلا على الترابيزة أو مهملة في النفس هي كمان هتبقى عاملة كده أو هو هيبقى عاملة كده طب اللي بتشتغل ممكن تبقى هي وغدا بالها من نفسها وغدا بالها من ولدها مش شرط إن هي تبقى مهملة وممكن تبقى مهملة يعني مفيش مقياس هنا مفيش مقياس بس ضبط أنا أنا حسب ملا شايفة بس ساعات الأدخال بيعملوا العكس يعني ممكن تبقى الأم مهملة فالبنت عشان ناقبة على ده تلاقيها مهتمة بزيادة بنفسها يعني برضو بيبقى فيها نوع من أنواع الاتراب ممكن العكس مفيش مقياس خالص هي أنا بس الفكرة الوعي درجة وعي أنا إيه والوعي اللي أنا بده لهم أمكنهم يعني وانا مديه له المساحة إنه يغلط مساحة غلط صغيرة إنه تمام إنك ممكن تغلط فأنا هنا بعلمه إنه يغلط لما يطلع برا لو أنا بشتغل مثلا معايكي وجيت أغلط قدامك حابقى عارف إنه تمام إنه أنا ممكن أغلط مش إنه أنا حابقى حسى يا لهوي ده أنا غلط كده دي حتقول عليا إيه مش under stress مش تحت ضغط كبير مش حاسة إن أنا طول الوقت أنا بحاول إن أنا بعمل كل حاجة حلوة قوي طيب أي أم بتشوف إنه دلوقتي تعرف منين إنه ابنها أو بنتها عندها ثقة بنفسها أو محتاجة تشتغل عليها البنت والولد بيتعاملوا إزاي مظاهر الثقة بالنفس عند الأطفال المظاهر إنه عندهم ثقة بنفسهم إنه هم يبقوا عارفين يتعاملوا عارفين لم حد بيقدر بيتعامل بيكلمهم أو بيوجه لهم نقض أو بيوجه لهم نوم أو بيقلهم على العيب ما يبقاش عندهم حساسية تجاه العيب ده ما يبقاش عندهم ألأ أو خوف زيادة ما يبقاش عندهم تردد في اختيار الأشياء عارفين يقسموا وقتهم عارفين يبقوا بيمرسوا كل عارفين يواجهوا مشاكلهم اليوميا ويقدروا يتكلموا يعني لما بتغلط أو بيغلط الولاد بيجي يحكي بيقول العقاب متعارف عليه مش بفكرة عقاب بقدر ما هو فكرة أنا أعدل الحاجة اللي حصلت دي يبقى بيني وبين الطفل مساحة أقدر أتكون بتكلم فيها ومتديروا نفس المساحة دي ما يبقاش خايف يعني بنلاقي أولاد بيعملوا مظاهر للخوف ده أبقى منتبهة هل فيه المظاهر دي موجودة ولا لا زي إيه؟ زي إنهما مثلا يقرأت ضوافر أه لا يقرأت الأول الحاجات الجسدية يقرأت ضوافره يشد شعره يبقى ساعات بدي وصلوا إنهم بيعوروا نفسهم جدا بالزبط وإنهما يبقوا ما بيأكلوا كتير قوي أو ما بيأكلوش خالص والكتب زي ما أنت قلت متردد طول الوقت يعني مثلا ما تيجي تدخل ألبس يقولك تلعي ألبس طب أنت حتختار علمي ولا أدبي أنتوا عايزين إيه مش عارف يحدد أي حاجة بيبقى اعتمادي كمان بالزبط طيب خلينا نتكلم بقى عن الكبار في مرحلة الجامعة ممكن ساعات للأسف نبقى مقدمين على بيت جديد بعيلة جديدة نجاب أطفال بدون حتى ما نعرف نفسنا أو نكون إحنا بنسأل نفسنا عندنا ثقة بنفس ولا لا وطبعا الأم أو الأب اللي مش واثقين بنفسهم حيحصل حالة إسقاط فبالتالي هينتج عنهم أطفال غير واثقين بأنفسهم إزاي إحنا ككبار لو أدركنا هذه المشكلة نبتدي أن إحنا نشتغل عليها أو خلينا نقول زي ما حضرتك قلت اللي ما لا ينهوش وإحنا صغيرين إزاي إحنا نوفره لأنفسنا الأول عشان نقدر نوفره للجيل اللي بعدنا عشان يبقى فيه يعني نقدر نقول إيه فيه جانيريشن بقى يقفل التروما أو جانيريشن يوقف المشكلة جيل يوقف المشكلة ما بنمقاش بننقلها من جيل لجيل لأنه أنا بقول الكلام ده ليه أحيانا هتلاقي عائلات عصبية كلهم ناس عصبية أو عائلات كلها متوترة أو عائلات دايما تخاف من الفشل عائلات هديا وراسيا يعني دايما بتلاقيها كده إيه جيل لجيل من الجد الأكبر ينقلها لحد لازم حد واعي قوي قاري قوي عشان يقدر يوقف تروما معينة برافو عليكي بالزبط هو ده الحقيقي إن احنا اكتشفنا في الدراسات الأخيرة إن التروما بتورس فالتروما كل حاجة زي ما انتي بقولتي وأسوأ من كده كمان ويبقى فيه دايما تكرار كهري للحاجات فأنا أقصرها بإن أنا أوقف الدايرة إن أنا زي ما انتي قلتي بالزبط إن أنا أكون بوقف الدايرة أعمل إيه مسئوليتي أنا إيه إن أنا أخد أخد المسئولية يعني أنا أهلي حصل لي أي إساءة أو حصلت لي عدم تزديد لي احتياجاتي كان بيتم لومي أو نقدي كنت عايشة مع أب أو أم ناقضين وطيفر أيا كان الحاجة اللي حصلت هما تعاملوا على حسب درجة الوعي اللي كانوا موجودين ساعتنا من لومهمش بس نتصرف مش نبنلوم هما هو مش بقى أنا أروحت اكتشفت مثلا حضرت مجموعة ولا رحت للدكتور ولا المعالج أو عملت كورس فأقول لا خلاص بقى دول أهلي أساؤلية فخلاص كده لا هما وقتها هتصرفوا على حسب درجة الوعي بتاعته فتمام ده حصل بس أنا دلوقتي أنا مسئول إن أنا أكون بتعافى أعملي أشتغل على نفسي أشوف بقى أنا بقدر نفسي إزاي أنا عندي تقدير نفس متزن فتمام إيه عيوبي وإيه مميزاتي طب إيه بقى نقاط الضعف بتاعتي وإيه نقاط القوة ما روحش للإكستريم أو لأقصى وأقصى أنا عندي عيوب كذا وعندي مميزات كذا أتعامل مع العيوب دي وابتدي نقاط الضعف دي أبتدي أشوفها أنا مثلا عصبية طب أنا إيه اللي بيخليني عصبية إيه المشاعر اللي بتبقى موجودة وقت ما بتنرفز أنا إبني مثلا لما بيوقع حاجة على الأرض بتنرفز جدا طب ده ليه علشان أنا زمان مثلا كان ده بيحصل لي طب ماشي إيه المشاعر اللي عندي دلوقتي طب إيه الأفكار اللي عندي أنا لازم كل حاجة تبقى نضيفة يبقى أنا عندي كمالية طب أبتدي أشتعر على الكمالية دي وإن أنا أبلا أنه ما فيش حاجة اسمها كمالية أصلا يعني إحنا أصلا مخلوقين مش كاملين صحيح لا وفيه كمان ممكن مشاكل يعني أب مثلا يكون بيعصف الطفل بطريقة معينة أو عقب بطريقة معينة أو إيهانات أو أم طريقتها مثلا تحرق ابنها قدام الناس فمن غير ما يشعر يلاقي هو نفسه بيعمل كده في أطفاله بالرغم من أنه هو غاضب من هذا الفعل أو عالق في ذهنه إلا أنه بيحدث حالة إسقاط من الأكبر للأصغر فدين بنوقفها إزاي يعني ساعات الناس أسمحهم يقولوا ما إحنا كلنا تربينا كده إنتوا ليه معقدين الأمور ما حصلش حاجة يعني مثلا لو زعقلوا أو تلموا بطريقة كلها تنمر فيقول طيب ما إحنا تربينا كده وطلعنا كويسين تقول لهم إيه أو نوقف الموضوع ده إزاي أوعى بقى زي ما أنت قلت كده يا سورة أوعى يعني إذا أنا ما هو أنا تربيت كده بس ده أثر علي إزاي ما هو أكيد أنا كمان تقزيت أو أنا كمان زعلين أو متضايقة أو دم أثر علي في شغلي في بيتي مع صحابي فبما إن ده أثر علي وأنا حتى لو ما بقولهوش بالكلام فأنا داخلين عارفة أنه هو أثر علي أبتدي أوعى وقف وأقول أنا أنا بعمل كده ليه أشتغل على نفسي العكس بقى أحيانا يحدث يعني ممكن نلاقي شخص واجه مشكلات كبيرة جدا وبسبب المشكلات اللي جاي من أسرته بيها فيدلل ويدلع بشي كبير أوي برضو ده بيحدث نوع من أنواع عدم الثقة بنفس أو بيحقق ثقة بنفس نقدر نقول عليها فيك أو ثقة بنفس يعني مفتعلة يعني مثلا طفل عانى أو شخص دلوقتي كبير عانى من بخل والديه فتلاقيه كريم جدا بزيادة وسخي جدا مع أولاده لدرجة فقدوا إحساسهم بالأشياء التوازن هنا بيبقى عامل إزاي والخط الفاصل بين أنك أنت حازمة ولا شديدة بزيادة فكرة أنك أنت يعني كريمة وطيبة مع أطفالك وبين أن أنت بتدلعي بزيادة لأن ده حيفسد وده حيفسد عندنا جملة حلوة أبي أنا بحبها بيتقولي أن الكبول لا يعني الموافقة أنا الأول أي حاجة إكستريم لازم تبقى مش صح أنا كريمة قوي يعني أنا متساهلة جدا في الفلوس فالولاد قدامهم الفلوس في كل حتة عندهم كل الحاجات ما أكيد ده حيأثر عليهم أو العكس أنا بخيلة أو حريصة جدا فأنا مش بوفر لهم أي حاجة فده برضو حيأثر عليهم الوعي هي ببساطة كلمة الوعي وإن أنا أقبل ابني أو بنتي بس ده مش معلنا أنا وافق على التصرفات بتاعتهم فأعمل توازن بإن أنا قبليك لكن التصرف ده مش كويس طب أنا بقى لو أنا مش عارفة أنا نفسي مش عارفة زي مثل أنت قلتي أنا تحرمت فأنا عايز أوفر لهم كل الحاجات اللي هما يبقى اللي هما النفسون فيها أو اللي هما محتاجينها ماشي أنا بوفر كل حاجات بس وأنا بعمل كده أنا عارفة أن ده له تأثير سلبي عليهم وأن هما أصلا أنا بشوف التأثير ده من هما صغيرين يعني إنسي لو روح تسي أي سوبر ماركت ممكن تلاقيه ولدته وغنوم كده واقف زالا جدا معاه خمسين حاجة وزالا جدا أنه هو عايز الواحد الخمسين فالهو طب أنا لازم إحنا متفقين بي يعني بيبقى فيه زي دستور كده في البيت إحنا متفقين إيه الحاجات اللي ممكن وعده أقوله أنت حابب إيه إحنا يعني تعالى نتفق مع بعض إحنا حابب أن لما بتشركيهم في الخطة كمان طبعا ده مهم جدا من أسباب التعزيز بالثقة بالنفس اللي أنا ممكن أقوله طب أنا خلاص أحرمك النوبايل وهو بالنسبة للنوبايل ده ولا حاجة أنا مش هاوديك التمرين ولو آه ماذا ده كده ريحتين أنت ريحتيني أنا مش عايز حاجة لكن أشوف هو ومش لازم أحجبه أن أنا أحرمه يعني أو أوجعه لأ تعالى ننعد نتفاهم هي الصداقة بين يعني الأم وابنها أو الأب بتفرق معهم بشكل كبير طبعا وكتير جدا نواجه حالات أنه في نفور من الولاد في سن المراهقة ودي يعني حاجة يعني عايزة حاجة تتكلمي فيها لأنه أنا دايما بقول لما صحبنا هم شو هما صغيرين مش هيصحبونا وهم كبار والصداقة دي بتبقى من وهم لسه شهور بسيطة الكونكشن اللي بيحصل ودي كلامنا للأباء بالتحديد في العالم العربي لأنه ما بيشاركوش المشاركة الكافية اللي تخلق هذه العلاقة بينه وبين ابنه يعني بيبقى متصور أنه عامل العليتة لهم موفر كل الاحتياجات الرئيسية بزيس إن المراهقة سن صعبة جدا أنا طول الوقت يمكن أنا شخصيا عندي أولاد مراهقين فبحث إن أنا أنا بلاقي صعوبة في التعامل بس تهيزة زي ما أنت قلت الإجابة السر في أن أنا أبقى مصاحبهم يبقى في صداقهم ما بيني وما بينه أبقى عارفة أبقى مدركة إن هما قلت برضو إن فيه هرمونيا إن فيه حاجات في جسمهم بتتعب إن هو طول الوقت نايم ما هو علشان جسمه بيبقى فعلا مجهد هو النمو ده بيتعب جسديا فعلا فأنا أبقى مدركة لحاجات دي أبقى مدركة أنا 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 بعمل إيه مدركة السرقاء أقرى كويس عن الفترة الفترة دي إن أنا أشوف إيه الحاجة اللي هو إحتياجاته إيه هو عايز إيه إن إحنا نتكلم أصحبه بشكرك جدا على وجودك معانا الأستاذة ولاء محمود أخصائي الصحة النفسية بشكرك شكرا يا سهرة مصوطة قوي إن كنت معك النهار أنا كمان أسعدتين ودايما بقول لكل الأمهات الجدد أو كل الأمهات اللي حاسنين إن هم تعبنين بشكل كبير أو الأباء اللي مطلوب منهم حاجات كتير بقولهم استمتعوا بالفترة دي لأن دي فترة ما بتطولش مهما طالت بتوحشنا مهما طالت بنبقى عايزين أولادنا بالتعب اللي تعبناه بالكركبة والدوشة اللي في البيت دي متعة ربنا يعني دايما يحفظكم ويمتعكم بأولادكم